برناند ليفي الفرنسي من أصل يهودي في ليبيا مجددا في زيارة يلفها الكثير من الغموض لم يستقبل الرجل بالورود بل اضطر للهروب من مدينة ترهونة تحت الرفض الشعبي لزيارته يقول برناند ليفي إن زيارته إلى ليبيا جاءت عبر دعوة إلى زيارة مصرات وترهونة لكتابة تقارير عن مصرات والمنطقة الغربية والمقابر الجماعية لصحيفة والستريت جورنال الأمريكية التي حصل على تأشيرة عن طريقها لدخول ليبيا نفى الرجل أن يكون قد التقى بأي مسؤول في حكومة الوفاق قائلا إن لقاءاته اقتصرت على المدنيين ورجال الشرطة ومسؤولين بلديين وأفراد من المجتمع المدني وفق قوله المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أوضح في تصريح صحفي أنه لا علاقة له بزيارة برناند ليفي إلى ليبيا ولم يتم التنسيق معه بشأنه مؤكداً اتخاذه إجراءات بالتحقيق في خلفية هذه الزيارة لمعرفة كافة الحقائق والتفاصيل المحيطة بها إلى جانب اتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق كل من يدان بالتورط مشاركاً أو متواطئاً في هذا الفعل الذي يعد خروجاً على الشرعية وقوانين الدولة من جانبه نفى وزير الداخلية فتح باشاغ أن تكون حكومة الوفاق ادعت أي شخصية صحفية لزيارة ليبيا مشيراً إلى أن أي زيارة لشخصية صحفية دون دعوة رسمية من الحكومة الليبية لا تحمل أي مدلول سياسي يمثل حكومة الوفاق وأثارت زيارة برناند ليبي الرجل المثير للجدل إلى البلاد جدلاً كبيراً بين الأطراف الليبية بين من يدعو إلى التحقيق بشأن ملابساتها ومن ينأى بنفسه عنها دون أن تعرف إلى حد الآن الجهة التي تقف وراء إدخاله ترجمة نانسي قنقر